أطفال الصغار على الإبداع وهم في منازلهم بدرت جمعية حماية الطفل بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين بسعيدة لإطلاق مسابقة الصحف الصغير حملت عنوان برعم صغير ينقل حدث كبير تحت شعار برعم صغير ينقل حدث كبير عنوان المسابقة هو شبكة الإعلاميين الصغار لتحضير جيل اليوم إلى يوم غد يكونوا إعلاميين مميزين في مدينة سعيدة إلا أن تكون هذه خاصة بأطفال وسوف ينظم من طرف الجمعية الولائية الحماية الطفل بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين إنشاء شبكة خاصة بالإعلاميين سوف يتم تكوين تهم والمتابعة اليومية خلال السنوات المقبلة بإذن الله المسابقة عرفت مشاركة واسعة للأطفال بتسجيلهم فيديوهات بمنازلهم وأبدع فيها إعلامي المستقبل بالتطرق إلى مواضيع حسسة منها ما يتعلق بفيروس كورونا ومواضيع أخرى تحقي تاريخ الثورة الجزائرية مبادرة استحسنها الأطفال وأوليائهم نشكر كل من جمعية اتحاد الصحفيين وجمعية الحياة للطفل على هذه المبادرة الحسنة لإخراج الطفل من هذا الروتين أنا شاركت في هذا المسابقة ومن قبل شارك خويا في مسابقة أخرى قرآنية وجامل من الأوائل وأنا عجبتني داروا مسابقة أخرى وعجبتني وبغيت شارك فيها وعجبتني تاني مسابقة أخرى تعال الصحفيين شاركت فيها نتمنى ننجح إن شاء الله ونتمنى أيضا نكون صحفي كنكب هي مسابقة فكرية عن بعد لاكتشاف المواهب الشابة التي من شأنها أن يكون لها مستقبل زاهر في مجالي ترجمة نانسي قنقر